السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين الغاليين يارب اكونوا بخير. طبعا تعبانين بقى من اكل رمضان والحاجات التقيلة اللي كاننا في رمضان. فقلنا النهاردة بقى نغير ناكل كده حاجة خفيفة. هنعمل مع بعض حواوشي بالعيش وهنعمل مع بعض حواوشي اسكندراني. كنت عملت معاكم في حالة قبل كده. بس طبعا العجينة هنا مختلفة. ما فيهاش اي اضافات يا دوب شوية دقيق وشوية مية. اللي كنا عملناها في حالة قبل كده كانت العجينة طبعا متكلفة جدا وحلوة جدا ومغزية. فحبين تعملوا الطريقة دي اعملوها. حابين تعملوا الطريقة التانية. هسيب لكم لينك الحلقة في صندوق الوصف. هنا معايا كوبايتين من الدقيق. اي دقيق عادي ومعايا زرة ملح. ومعايا هنا شوية من الزعتر. عايز اقول لكم الزعتر بيدي نكهة حلوة جدا للعجين. تمام هنقلبهم كويس وعايز اقول لكم يعني العجينة دي بسيطة جدا وتقدر يتعمليها وتحشيها اي حاجة. تمام ومعايا هنا معلقتين من الزيت. هنقلبهم بقى كده كويس مع بعد وشوية مية هنعجن بيهم. وهنعجن لغاية ما العجينة تتلمي معايا. وطبعا عايز اقول لكم اقدار المية على حسب الدقيق اللي عندك. انتو زي ما انتو شايفين كده انا بعجن معاكم بالمية بضيف شوية شوية لغاية ما تتعجن. وهفضل اعجن فيها حوالي عشر دقايق علشان اخد عجينة نعمة. العجينة دي ما فيهاش ولا بيكينج بودر ولا فيها خميرة ولا اي حاجة. هرايحها بقى كده لمدة عشر دقايق عشان تبقى سهلة معايا في الفرد. وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه بعد كده مع بعض. هنا معايا بصل ومعايا معايا فلفل حراء ومعايا فلفل رومي. اذا ما بتحبيش الحاجة تكون حرة شوية خلاص تقدر يستغني عن الفلفل. تمام انا هنا اقدر اعمل كل ده في الكبه مرة واحدة بس طبعا انا هنا النهاردة فضلت ان اعمله بالمبشرة علشان البصل يطلع خشن شوية وحس بيه في الاكل. تمام هو هيبقى طعم وحلو. هبشر بقى كل البصل انا معايا هنا اربع بصلات ومعايا حوالي ينص كيلو من اللحمة او يمكن 600 جرام لان اللي كان عندي في الفريزر كان حوالي 600 جرام كان كيلو وخدت منه شوية تمام طبعا كمية اللحمة المتوفرة عندك ربع كيلو نص كيلو حسب الكمية اللي انت هتعمليها وعايز اقول لكم ان الحواوشي تقدر يتعمليه وتفرزيه تقدر يتفرزيه زي ما هو ناي وتقدر يتسويه برضو وتفرزيه من الحاجات اللي بتبقى جميلة جدا لما بتتفرز وطعمها مش بيتغير هنا بقى معايا قطعة من اللي وعايز اقول لكم اللي دي هي اللي هتدي طعم حلو جدا جدا للحواوشي لازم ندخل نسبة دسم لان الحواوشي معروف ان هو لازم دسم علشان طعم العيش يبقى حلو وطعم اللحمة بتاعتنا يبقى حالو فاللي من افضل انواع الدسم بس عايز اقول لكم اللي دي من الحاجات الحلوة جدا والوحشة جدا في نفس الوقت لو جبتيها من مكان موسوق هتكلي طعم حلو جدا ولو جبتيها من مكان سيء وكانت اللي يعني زفرة او مش حلوة فهتكراهي اليوم اللي انت كالتي في اللي فخلوا بالكوا كويس جدا وانتوا بتشتروا بالذات اللي واللحمة الضاني لازم تكون من مكان موسوق وتكون المرعة بتاعتها كويسة ونضيفة علشان تاكلوا حاجة كويس هقطع بقى بقية الخضار كده ومعايا هنا التوابل بقى زي ما انتم شايفين انا كتبها لكم طبعا وتقدروا تضيفوا يعني اي توابل تحبوها تقدروا تضيفوها احنا هنا مش مقيدين بتوابل معينة او اي حاجة احنا بس حبينا نوريكوا فكرة فكرة بسيطة وعايز اقول لكم يعني وصفة تتعمل كده وانت واقفة في خمس دقايق ما هيش متعبة ولا هتخليكي تقفي في المطبخ كتير يا دوب هتحشي العيش وتدخلي الفرن وخلاص احنا كمان النهاردة مش هنعمله على البوتوغاز يعني حبة تعمليه في جريل مفيش مشكلة النهاردة اختصارا للوقت وعلشان ما نقفش كتير في المطبخ طبعا كلنا تعبانين من وقفة رمضان فهنحط بقى في الفرن مرة واحدة ونسويه ونطلع ناكله بالهانا والشيف دي دي العجينة بقى بتاعتنا بعد ما ارتاحت انا هنا هعملها وقسمها على اربع وعايز اقول لكم كل ما العجينة ارتاحت كل ما كانت احلى هنا خلاص قسمتها كده على اربع قطع عايزة تعمليها تخينة وتقسميها على تلاتة مفيش مشكلة عايزة تعمليها برضو على رائفين مفيش مشكلة تقدري تعمليها بالطريقة بتاعتي دي وتقدري مثلا تفرديها جزئين فوق بعد لو مش هتعرفت اللي فيها افرديها جزئين كده يكونوا من فوق بعض وقفليهم عادي اكنك بتقفلي فطير او حاجة تمام افردي بقى هنا انه طبعا بفردها على زيت والزيت افضل حاجة للفرد عشان يفرد معي العجينة ما يقطعهاش ولو فردت على دقيق هينشفلي العجينة فانا مش عايزة هتنشاف قوي لانه طبعا عجينة يضوب ميا ودقيق مع لهاش اي اضافات تمام كده طبعا اللون اللي فيها ده من الزعتر الزعتر بيخلي طعمها حلو جدا دي بقى اللحمة بتاعتنا وعايز اقولكو يعني لو سبتوا اللحمة مثلا في التلاجة حوالي ساعة ولا حاجة كده يعني ترتاح والبصل والطماطم والفرفل كده ياخدوا يده من طعم بعض مع اللحمة هتبقى حلوة جدا واجمل كمان ابدأي بقى كده اقفلي الرغيف وزي ما قلتلكو تقدر يتقفليه بالطريقة اللي انت عايزة عايزة تقفليه كده تمام تعمليه جزئين فوق بعض مفيش اي مشكلة وفريدي بقى كده وحطيه على صاق وهندخله الفرن هنا هعمل معي حاجة مختلفة شوية هعمل رغيف اصغر وهيكون ادخن بس طعمه اجمل عايزة اقولكو يعني حابين تخلوه الفيع برحكو بس دي حاجة مختلفة وحاجة ولادك هيحبوها هنا عملتو كده صغير قدر رغيف القايزر وهبدأ بقى كده اقفله زي ما انتو شايفين بس اهم حاجة تقفله حلو انا عايزة اقولكو الجلافز اللي انا لفسي ده بيخليني مش عارفة اتحكم في العجينة كويس فهبدأ بقى اقفله كده ونشوف هنعمل ايه مع بعض انا هنا عايزة اديله كده شكل عايزة اقسمه علشان اديله شكل حلو علشان لما يتخبز يديني شكل جمالي هنا بقى معايا مقص كده وهبدأ بقى قص كده عايزة اقولكو الفتحات دي هتساعد ان البخار يطلع وهتدي شكل حلو والرغيف كمان هيطلع حلو جدا طيب اذا حب اتدخلي بقى الحواوشي بتاعنا ده زي ما هو الفرن من غير ما تديني وشه مفيش مشكلة اذا مش حبة وعايزة يبقى ليلون تقدر يتضيف عليه شوية لبن وعليهم شوية بون وشوية بقى حبة البركة وشوية سمسم زي ما تحبه تمام هنا بقى معانا العيش البلدي وعايزة اقولكو انا بقى بفضل العيش البلدي يعني انا الافضل بالنسبالي الحواوشي ده مش الحواوشي اللي بعاجين بحس ان طعمه احلى كتير تمام اختري برضو العيش يكون لونه فاتح شوية علشان لما يدخل الفرن يعني لونه ما يخمقش زيادة عن اللزو تمام كده والكمية بقى اللي انت عايزاها هنا طبعا انا فتحت الرغيف من الجنب وهبدأ بقى احشي يعني ما تخليش الحواوشي محشي زيادة عن اللزو ولا فاضي زيادة عن اللزوم يعني انت هتوزعي اللحم كده تكون يعني حوالي نص سنتي او سنتي يعني ما تكونش برضو كتير قوي عشان متاخدش وقت في السيوة وتبقى مش حلوة فيعني خير الامور الوسط خلي زي ما بقولك كده الكمية بتاعت اللحمة تكون كويسة جوه العجين ولو هتعمليه على النار تقدر يضيفي شوية زيت في الطاصة او الجريل بتاعتك وعليها قطعة من اللية وتقدر يبقى تحمليه كده على النار وعايز اقولك على نار هادي علشان اللحمة بتاعتك تستوي وطبعا اللية هتديله طعم حلو جدا واللية من الحاجات الحلوة جدا انا يعني ما كنتش بكلها ولا بحبها بس لما كلتها يعني كويسة ومن عند جزار كويس حبيتها جدا هي ما ببنش في الاكل خالص او اللي هيكلها مش هيعرف ان هي لية فزي ما بقول لكم جربوها بس تكون من مكان موسوق هنا بقى يعني هادي هنهم بقى شوية زيت وبردو هحطهم في الصاق مع الحبوشي التاني وهندخلهم الفرن عايز اقول لكم العيش مش هينشف لان كده كده اللحمة فيها كمية من السويل فيها خضار وفيها يعني طماطم وفلفل وبصل كل الحاجات دي هتطلع الميا بتاعتها على العيش في العيش مش هينشف هياخد وقته طويل في الفرن علشان ينشف فما تخافوش من نقطة ان هو ينشف وتكون اللحمة مستويتش لأ هياخد وقته لغاية ما يستوي بس تندخلوا بقى كده في الفرن ونسويه ونطلعوا بقى نقدموا كده سخنة او حابين تفرزوه زي ما تحبوا وطبعا لازم مع الحوش يبقى شوية جرجير حلوين وطبعا الصرطة الخضرة اهم حاجة في الاكل عايز اقول لكم الصرطة الخضرة مهمة جدا جنب الاكل ان شاء الله يعني شوية قطة وخيار ودي المخللات اللي احنا كنا عاملينها مع بعض وده الرغيف الصغير شكله جميل جدا وجربوا الوصفات واعملوها والاكل بسيط جدا وان شاء الله يعجبكم وطبعا ما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناة بتاعتنا ويرب الحلقة النهاردة تكون عجبتكم واشوفكم بقى في حلقات تانية جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته